افتتح سعادة سيد جميل بن محمد دعلي حميدان وزير العمل وتنمية الاجتماعية معرض التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الرسمية والخاصة يأتي معرض التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية كبادرة سبقتها العديد من مثيلاتها ولكن قد يكون الأمر في هذه مختلفا إلى حد ما هذا المعرض اليوم صيغة متطورة جديدة لفكرة المعارض هناك تحسن نوعي في نوعية الشواغر هناك تحسن نوعي في الإعداد للمعرض من خلال تنظيم مقابلات توظيف قبل قيام المعرض لكي تتم عملية التوظيف بصورة سريعة وميسرة ونستطيع أن نحقق الهدف المنشود قراءة دقيقة وقد توجز صواب ما تنتهجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من آليات خطط لها أن تعالج مشكلة العصر التي يكره لوجود شبحها الشباب على وجه التحديد البطالة بالتأكيد مملكة البحرين بقيادة جات الملك والحكومة الرشيدة شفنا جهود كبيرة في متابعة نتائج التوظيف ولله الحمد من خلال هذه المعارض نشوف أنه فيه انخفاض في نسبة البطالة وهذا مؤشر جدا إيجابي اللي فرحت باليوم أنه شفت عملية منظمة لوزارة العمل في إتاحة الفرص لكل من يتقدم لهذه الوظائف سواء أن هي تخصصية أو غيرها فالفرص موجودة والخدمات متاحة للجميع هناك خطة واضحة جدا وأتمنى أن تكون هذه العملية تشغل كثير من أخواننا وأولادنا وبابناتنا أيضا في وظائفهم إن شاء الله ويكونون على رأس أصحاب العمل ويكونون أيضا هم أصحاب عمل في المستقبل بعدما تم الاتصال بالفئات التي استهدفها هذا المعرض الوظيفي تحديدا حضر كل من رغب من الباحثين عن عمل لرؤية حاجة السوق لكفاءتهم وما يتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية فالمقابلات الشخصية مع ممثلي 67 منشأة عاملة في القطاع الخاص تشارك في المعرض قد تؤتي ثمارها بنسبة كبيرة عبر الحصول على فرصة قطف وظيفة من بين 300 شاغر وظيفي عرضت نفسها أمام المقبلين عليها موفرين لنا الوظائف المناسبة يعني مثلا في العلاقات العامة حصلت لي شركتين من قبل داخل لهم مقابلة فكل شركة موجود الفيكانس اللي هو الشواغر بالإضافة أيضا إلى المسمى الوظيفي فأي شخص يجي ما يحتاج يعني يتعطل أو يبحث فيكون كل شيء مثل ما نشوف إحنا في اللافيتة موجود إنه محتاج مهندسين أو محتاجين إداريين فكل شيء موجود في اللافيتة فشيء مسهل أحضر عشان أكتسب مهارات في المقابلة أكثر كون أنه يمكن ما يأخذوني بس يعني أكتسب مهارات في المال مقابلة نستفيد منهم معارض حق يعني أن يتصلون فينا حق أشغال وياريت ويصير كل مرة يعني نشوف معارض نفس هالمستوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات المعنية ستتابع إنهاء الإجراءات لجميع عقود العمل التي وقعت بين صاحب العمل والباحث عنه بعد انتهاء المعرض إسهام حكومي لا تعتريه الظنون بجدواه الاقتصادي والاجتماعي حتى شواغر وظيفية توضع بين يدي الراغبين في إشغالها ليتسنى لهم تعبئة المكان الذي يستشعرون الاستقرار والرقاء من خلاله ليكون القادم من الأيام أجمل وعيش للحياة أفضل وبناء للذات ثابت لتلفزيون البحرين محمد رشدات